اول سؤال ورقة عمل اتنين قم بتشغيل برنامج متصفح الانترنت نضغط على انترنت اكسو بلورا من شريط الادوات السريع او من ابدأ ونختار انترنت ثم نكتب عنوان موقع التوجيه العام في خانة عنوان الموقع www.hasob.com نضغط على السهم نلاحظ ظهور موقع التوجيه الفني العام للحاسوب كما نرى السؤال الاول من الروابط الجانبية بنذهب الارتباطات التشعبية اللي سبقوا درسناها الخطط الدراسية ثم سجل اثنين فقط من الروابط الفرعية هنسجل هنقول المرحلة ابتدائية المرحلة المتوسطة لمرحلة السنوية كل دي روابط جانبية وفرعية للخطط الدراسية سؤال اضغط على الرابط الفرعي للمرحلة المتوسطة ثم استعرض خطة المعلوماتية للفصل الدراسي الحالي نختار خطة الدراسية ونختار المرحلة المتوسطة ثم نختار من المرحلة المتوسطة خطة الفصل الدراسي نختار فتح نلاحظ عندي ظهور خطة الفصل الدراسي للصف السادس الخطة عندي كما نرى نذهب تاني الى الانترنت بقول رابط الاهداف اضغط على رابط الاهداف رابط ثم استعرض السنين من الاهداف مناهج المرحلة المتوسطة الاهداف العامة واهداف المراحل لو خذنا المراحل نروح للرابط التشعيب المرحلة المتوسطة السنين فقط نكتبهم في الكتاب بتاعنا اهداف منهج الحاسوب في المرحلة المتوسطة تنمية معلومات المتعلم حول أنواع الحواسيب وبرمجة ومجالات استخدامه هنكتب دوت في كتابنا تلم بالمفahEM التكنولوجية الحاسوبية الخاصة بلمقونات المادية وتطبيقها أعطيها العملية في التعليم والتعلم حل المشكلات كيف اتنين